مع حضرتكم مرة تانية مشاهدينا خلونا نبتدي مع بعض أولى فقراتنا النهاردة في نهارك سعيد والحقيقة أنه كي زي ما حضرتكم متابعين عقد بالأمس اجتماع مع السيد الرئيس المستشار عدلي منصور ومع مجموعة كبيرة جدا أو يمكن أغلب رؤساء الأحزاب الشخصيات السياسية الشخصيات الهمة الشخصيات الوطنية المصرية وكان الاجتماع أهم ما فيه هو منقشة قرار تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات ما بين مؤيد ومعارض ولكن كان أهم ما يطرح فيه الاجتماع هو ما هو سبب تحصين اللجنة العليا للانتخابات أو تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات في السعيد الآخر بنشوف عنف الإخوان بنشوف حماس بنشوف ما يحدث في سينة بنشوف انتظار الناس وشغفهم لإعلان المشير عرفتح السيسي عن ترشحه للرئاسة كلام كتير جدا وأسئلة كتيرة جدا هنتراحها على دفنة الكريم الأستاذ محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والبن أستاذ محمد صباح الخير أهل محمد صباح الخير أهل محمد صباح الخير أهل محمد صباح ونسمح لي بما أن حرتك كنت ضمن الموجودين في هذا الاجتماع واللي عقدة بالأمس مع السائد الرئيس المستشار علي منصور أن نعرف من حضرتك أهم ما ترح في الاجتماع وأهم النقاط اللي خرجت بها من هذا الاجتماع طيب خليني أقولك في البداية زي ما حالتك تفضلت كده وقلت المستشار عدلي منصور يعني استشعر أنه هناك خلافات أو أن فيه سوء فهم فيما يخص القانون قانون انتخابات الرئاسة فدع لهذا الاجتماع عشان يوضح ويقول أسباب صدور القانون بهذا الشكل وفعلا عرض أنه وده مهم عشان الناس تبقى فهمة لأنه يعني علق على القانون كثير من الفقهاء القانون اللي معه واللي ضد وده عمل حالة بلبلة ولخبط الناس فالناس بقتش عارفة تصدق مين فهو الرجل أوضح أنه إحنا ظروف البلد حاليا بتحتم أنه لابد أن يكون هناك رئيس منتخب عشان يقدر يتعامل مع المشكلات والتحديات الكبيرة أنت عارفة النهاردة أنه إحنا في مصر رئيس الدولة لا يستقبل في كثير من دول العالم لأنه رئيس الدولة مش رئيس منتخب ورئيس جاي بعد عزل رئيس فرئيس الدولة يعني مكتوف الأيدي لهو قادر يتعامل مع ملف مثلا مياه النيل مع الاتحاد الأفريقي مع الأمم المتحدة ليس لديه كل الصلاحيات اللي ممكن تكون عند الرئيس المنتخب والعالم بالضبط والعالم ينظر إلى الرئيس أنه ده رئيس مؤقت وعايزين يشوفه انتخبات وعايزين يشوفه مؤسسات منتخبة برلمان حكومة لذلك لابد من الإصراع في عملية خارطة الطريق والانتهاء من خطواتها عشان تبتدي تتعامل مع العالم ليس كنت بقول لحريك أستاذ محمد عايزين نعدي بقى المرحلة دي عايزين نقل بالصفحة ونشوف نفسنا في مرحلة جديدة فهو ده اللي هو شرحه أنه لو إحنا ما حصلش القانون بالشكل ده والمادة السابعة اللي عليها خلاف يعني التحصين وهو برضو عشان الناس تبقى فاهمة لما بنقول تحصين مش معنى كده أن ما فيش طعون لا هو الطعون مقبولة لكن أمام اللجنة ذاتها هي اللي تنظر وهي اللي تقرر يعني الطعون موجودة لكن تحصينها فيما يخص أنك أنت تروحي لمحكمة القضاء الإداري أو تروحي للمحكمة الدستورية تطعني ده هيأخر العملية الانتخابية ست شهور كمان ده في حدها الأدنى ست شهور هل مصر تحتمل لا تحتمل يوم ده كان كلامه هل مصر تحتمل أن ننتظر ست شهور وبالتالي تأخير الانتخابات البرلمانية الدنيا كلها تتأخر شرح هذا الكلام وقال إحنا حاولنا بجميع الطرق القانونية والدستورية وده أفضل شكل والتحصين ده كان موجود في الانتخابات الماضية وما كانش فيه اعتراض عليه يعني أو حتى الاعتراض اللي كان موجود عليه يعني كان هناك مبررات ليه طب النهاردة دستوريا ده مسموح به لأن في الدستور برضو الناس عندها نوع من يعني فيه سوق فهم الدستور المواد الانتقالية بتدي الحق أن لجنة الانتخابات الرئاسية دي أنها هي التي تنظر أمامها الطعون يعني مش دستوريا ما فيش مخالفة الناس بتتكلم على أن فيه مادة في الدستور بتقول أن ما فيش تحصين لأي قرار أو لأي يعني من أي لجنة من اللجان أي قرار إداري ده بينطبق على الدستور بقى الدائم ينطبق على اللجنة الوطنية اللي هتنشأ بعد كده فهو فيه سوق فهم لدى الناس الرئيس كمان أكد على أنه لابد أن يكون هناك ثقة كاملة ودي مشكلة مصر في الأيام دي لتشكيك وعجوة وعدم الثقة ثقة فيما يخص اللجنة الرئاسية للانتخابات اللي على قمتها كل شيوخ القضاء يعني هتجرى انتخابات نزيهة وحرة وكلنا هنبقى متابعين وكلنا حضرين مشاركين وموجودين فما فيش خوف يعني أنه ربما الانتخابات يبقى فيه أي تلاعب فيها العالم كله هيبقى بيشاهدها ويتابعها ثم قال أنه لابد أن يبقى واضح لأنه للأسف من اللي هو سمعه تعليقات البعض يعني أنه ربما يعني أن هناك شيء ما يعني يتم إعداده لمرشح بعينه هذا الكلام كلام يعني عيب وكلام غير صحيح لا هو لحساب مشارك السيسي ولا هو لحساب أي حد انتخابات هتبقى يعني انتخابات أمام العالم كله وما فيش حد النهاردة عنده استعداد أنه هو يفكر حتى أنه يبقى فيه تجاوز من أي نوع فالحقيقة شرح أسباب كتيرة سواء خانونية دستورية وأيضا أسباب سياسية لكن قال أنتوا كرواساء أحزاب أنا مستعد أن إذا كان عندكم بدائل تقدر تضمن لنا أنه ما يبقاش فيه إطالة أو طعون لأن أنت عارفة هنا في مصر فيه ناس حريف الطعون يعني غوية من قبل حتى ما تبدأ الانتخابات أنا موجود إذن أنا أطعن أو إذن أنا أعطار ويحبوا يدخلون قال والله أهو أنتوا قاعدين وإحنا موجودين أهو تحت أمركم تحدث كل رؤساء الأحزاب والسمع للكل وكل واحد حاول يقدم طرحة يعني طب نقلل المدة نخلي الطعن مقصور على الرجل كان بيفند بالقانون والدستور وقال ده مش دستوري وما ينفعش يعني الحديث بما فيهم السيد حمدين صباحي وهو مرشح محتمل يعني وغيره من رؤساء الأحزاب فده كان الموقف وانتهى إلى أنه أنا أتوقع أنه ربما الرئيس يطلع يطلع على الناس يتحدث للناس لشرح أيضا أسباب تحسين القرار ويوضح عشان ما نبقاش فيه جو البلبلة اللي إحنا يعني عايشين فيه وأعتقد أن ده شيء إيجابي فن يعني أعتقد أن ده شيء يحسب لا المستشار عبد المنصور الحقيقي إنه شرحه وتواصله مع الأحزاب ومع محاولة لم الشمل بالضبط زي ما كنا دايما بنقول يعني يعني ما فيش شك إنه هو حاجة طيبة جدا وزي ما بنقول أنه الرئيس كمان أوضح أنه لازم يبقى مفهوم إنه إحنا بنتكلم على يعني إن إحنا بنتكلم على استقرار البلد وبنتكلم على إن إحنا عايزين يعني ناخد خطوات للأمام مش معنى كده إن إحنا ندوس على الدستور أو على القوانين أو على حقوق وحريات الناس لا يعني برضو يعني البعض بيبقى فاهم لما بنقول أن احنا عايزين ناخد خطوات للأمام عايزين البلد تستخر في يعني بقى مش مهم القوانين أو مش مهم الدستور لا ده لازم يحترم وده يحترم وهو ده اللي هو أكد عليه عشان كده كمان هو أكد حتى فيما يخص قانون الانتخابات البرلمانية قال أنا كرئيس جمهورية عندي سلطة التشريع أنا هو أصدر القانون فقط لكن مسئولية القانون عشان لا أتعرض تاني بعد تجربتي في قانون انتخابات الرئاسة يعني لأي نوع من الهجوم أو التجريح أو أسيبه المجلس الوزراء هو المعنى تبقى للدستور يعد القانون قانون انتخابات البرلمانية ويجري حوار مجتمعي عليه ثم يجيلي أنا بعدما تتوافق عليه أنا أصدره عشان يعني أنا أبعد عن لأنه كان واضح أنه كان يعني حزين وكان إلى حد ما واخد على خطره يعني ومن بعض من اللي تحدثوا في الإعلام وهجموا القانون وهجموا هو شخصيا وهجموا مؤسسة الرئاسة فكان واضح أنه هو يعني حزين على الأسلوب اللي تم طرح الموضوع بيه اللي تم تناول الموضوع بيه فأنا بشوف أنه خيرا مفعل بهذا اللقاء الأحزاب خلينا أقولك كنا حوالي 12 شخصية موجودين أنا أعتقد أن من شرحه يمكن 8-9 اختنعوا تماما عشان نبقى صادقين ربما فيه 2-3 بيرجعوا نفسهم بيرجعوا حزبهم وارد لكن يعني ما عندناش غير أنه اللجنة العودية للانتخابات الرئاسية مفترض أنها بكرة بعده في خلال يومين تعلن عن فتح باب الترشيح عشان نبتدي نتحرك ونبتدي نتعامل مع قضايان مشاكلنا اللي اقتصادية واللي أمنية وإرهاب دولي وإرهاب محلي وقصص ومشكلة المياه يعني عندنا ملفات محتاجة وبسرعة أن يبقى فيه رئيس منتخب وبرلمان منتخب وحكومة دائمة موجودة تتعامل مع المشاكل دي حقيقي قبل ما نختم مع حضرتك جزئية الاجتماع اللي عقد أمس مع السيد الرئيس اسمح لي أعرف من حضرتك حدثين أولا إذا يعني حضرتك ممكن تقول لنا مين هم الأحزاب اللي بعد طول الشرح مزالوا معترضين وهل السيد حمدين صباحي اختنع أم لا لا شوف يعني السيد حمدين صباحي دخل فيه مناقشات مستفيدة مع الرئيس في جو ودي بأسلوب راقي ووضع غاية في الاحترام والرئيس كان بيفندله لما بيطرح يعني فكرة أن احنا طب نقصر الطعن على بعض من القرارات قال له ده كله يبقى استثناء مخالف للدستور يعني خد ودة معه ومع الآخرين يعني السيد حمدين صباحي كان له تجربة في الانتخابات الماضية في لجنة وكانت اللجنة قرارتها محصنة يعني الموضوع مش جديد بالنسبة له ولكن أنا أعتقد يعني أنه ممكن يكون متفهم متفهم الوضع لكن أنا لا أعتقد أنه هينسحب من الانتخابات مع استمرار التحصيل للجنة أنا أعتقد أكرر أنه لن ينسحب لكن هل بقى هو مقتنع تماماً مش مقتنع لكن أنا بقول وده الأهم أنه أنا يعني قريتي للمشهد أنه مكمل ومش هينسحب جميل وماذا عن الأحزاب التي لم تقتنع حتى الآن ربما يبقى فيه مثلاً حزب الكرامة أيضاً ينتمي للطيار الشعبي ربما المصر الديمقراطي يعني مش كتير مش كتير ولكن الأغلبية الأغلبية من وقع المناقشات وعند انتهاء اللقاء يعني الوجوه والتعليقات كلها أعتقد أنها متفهمة الظرف الاستثنائي وزي ما بقول ظرف الاستثنائي مش معناها أن احنا هندوس أو هنخالف القانون والدستور لا هذا الكلام أيضاً دستورياً سليم وده من واقع اللي السيد الرئيس عرضوا علينا بعد مراجعتهم للمحكمة الدستورية وسلمنا جواب من المحكمة الدستورية من جمعيتها العامة اللي بتؤكد أن هذا الإجراء وهذا التحصين دستورياً سليم جميل جداً نتكلم عن علاقاتنا الخارجية وعن مساندة بعض من دول الخليج الشقيقة لمصر ولموقفنا المصري زي السعودية زي الإمارات زي البحرين كيف ترى هذه المساندة؟ يعني طبعاً ما فيه شك أن موقف الأشقاء العربة وبالذات دول الخليج كان داعم ومؤيد لمصر من بدايات ثورة يونيا وفرق كتير حتى على المستوى الدولي فرم للناس كتيرة كان ممكن عايزة تتجاوز في حق مصر أو تاخد إجراءات في حق مصر فطبعاً كل الشكر لإخواننا العرب على موقفهم اللي يعني بقول ما هواش غريب يعني على حقيقي الدول الخليج ونرجع بالذاكرة والعالم العربي في أيام حرب اكتوبر في 73 كانوا كلهم داعمين ومؤيدين لمصر واستخدموا سلاح البترول عشان الضغط على يعني أوروبا وعلى أمريكا فده مش غريب عليهم لكن لازم يبقى مفهوم للناس أنه هذا الدعم وهذا لن يستمر طول العمر مش هنعيش عليهم بالضبط إحنا لازم نفهم أنه لازم نعتمد على نفسنا لازم نقف على رجلينا لازم نشيل شلتنا ما فيش حد تاني يعيش لنا يعني كتر خيرهم لغاية دلوقتي ومازال يعني شايف أنه فيه أفاق تعاون كبيرة وشايفين المشير السيسي هناك فيما يخص التعاون على المستوى الاقتصادي والعسكري كل ده كلام جيد لكن الناس لازم تبقى عارفة أنه حانى وقت العمل وأن احنا علينا كلنا مسئولية وما ينفعش أن احنا نسيب نفسنا لإشاعات وتشكيك في كل شيء وجو من عدم الثقة مش هيساعد وخصوصا وإحنا عارفين أن الناس لها مطالب وناس لها مظالم وده مش هتتحقق إلا إذا رجع المصريين تاني إيد واحدة يرجعوا يحبوا بعض تاني يرجعوا يسمعوا بعض ويسخوا في بعض ويتصلحوا مع ربنا ويتصلحوا مع نفسهم ما عندنا سبيل تاني جميل أستاذ محمد خليني كمان أعرف وقت نظر حضرتك في الحكومة القطرية كيف ترى تصرف الحكومة القطرية الآن وفي تحالف عربي بيرى أن الحكومة القطرية تسند الإرهاب يعني طبعا إحنا شايفين موقف حكومة قطر بالذات على مدى الثلاث سنوات الماضية موقف الحقيقة مش مفهوم إنما برضو خليني أقولك لازم نبقى مفهوم إنه وبالرغم من كل المواقف القطرية اللي إحنا متحفظين عليها من إنه هم يعني أغلب القيادات الهاربة من جماعة الإخوان هناك ودعمه وقناة الجزيرة واللي بيتقال بس في النهاية قطر بلد عربي وزي ما بنقول إذا كان عندك ابن عاق يعني مش معنى كده إنك إنت لازم هتموته لا لازم برضو ندي فرصة ده رأيي لأنه برضو إحنا بتربطنا بيهم علاقات الشعوب عمرها ما تنقطع على بعض أكيد ومصريين كتير هناك وقطرين بييجوا فبننا مصالح وبننا حاجات كتير ربنا يهديهم زي ما بقول يعني يستوعبوا الدرس ودينا شفنا السعودية والإمارات والبحرين كمان بعتولهم إشارات من خلال سحب السفرة يعني أنا بقول أنه يعني إذا كانت هي تغرد الآن خارج السرب أنا أتوقع أنه ده مش هيدوم لازم ترجع تاني لأمتها العربية وتتفهم أن دي إرادة شعبية وأنه لا يجوز سواء هي بتأمل ده أو حكامها يعني بيعمله ده مش الشعب طبعا أكيد حكامها بيعمله ده يعني إما نتيجة سوء يعني إدارة وسوء سياسات أو سوء نية سوء نية نتيجة أنهم تابعين وبيستخدموا يعني بالطريقة الخطأ كل ده أتمنى أنهم يراجعوا نفسهم لأنه ما فيش حد من مصلحته تصعيد حقيقي التصعيد مع بلد عربي يعني مهما كانت نتائجه أنا بشوف أنها تضر الجميع يعني مش لمصلحة حد فربنا يهديهم ويعني ونشوف تحول نتيجة أيضا بعض الضغوط العربية وبعض الرسائل وهذا ما نتمنى الحقيقة يعني يعني نحن بنا نتمنى غير كده نتمنى الأفكار اللي عندهم تتغير لمصلحة هذا الوطن العربي مش بس لمصلحة مصر بالزبط بالزبط جميل طيب أستاذ محمد خلينا كمان نتكلم محرتك عن إصدار قانون أو إصدار حكم بأن حركة حماس هي حركة محزورة مثلها مثل جماعة الإخوان هل حالتك شايف أنه القرار ده أو الحكم ده تأخر؟ آه شوفي خلينا أقولك بصراحة يعني هي أولا حركة حماس يعني محزورة ومصنفة إرهابية في كثير من دول أوروبا وفي أمريكا يعني ده بالفعل موجود يعني إحنا طبعا في مصر نتيجة أنه ارتبطنا بالقضية الفلسطينية كان صعب علينا أنهنا وكنا بنبلع كتير تصرفات غير مسؤولة منهم طبعا تزايدت العملية مؤخرا على مدى السنة الماضية دي وتكشفت الأمور أنه هؤلاء الولاء مش لوطنهم فلسطين الولاء لجماعتهم لتنظمهم اللي هم بينتموا إليه وللأسف لم يعني ما شفناش من وراهم أو ما نبناش منهم غير المشاكل والهم والغم طول النهار سواء في سيناء وما يحدث أنفاق وتهريب وعمليات إرهابية ودعم وتدريب لبعض من الجماعات التكفرية وفي الداخل هنا برضو اتمسك كتير لهم عناصر يعني للأسف يعني الواحد يعز عليه صحيح المصريين دائما وأبدا مع القضايا الفلسطينية لكن من خلال سلطتها الشرعية ومن خلال اللي هي السلطة الفلسطينية أما حماس كحركة وقيادتها أنا بشوف أنه كان لابد أن احنا ناخد معاهم موقف ولابد يفهموا أنه يعني مش سكتناله دخل بأحماره زي ما بيقولوا المثل يعني إحنا صبرنا عليهم كتير وحاولنا كتير لكن خلاص يعني زي ما بنقول البادي أظلم لأنه مش كرامة المصريين أرواح المصريين يعني فوق كل شيء وإذا هم ما فهموش كده هم الخسرانين لأنه مصر يعني دولة هرم كبير يعني أيا كان حماس لا تمثل فيه شيء يعني نتمنى أنه هؤلاء يعني برضو نرجع ونقول لأنه يعز علينا يعني أنهم يوصلوا نفسهم لكده ويخلونا احنا كمصريين نوصل إلى أنه لا تعامل مع هؤلاء ولا نوع من الدعم اللي كانت مصري دايما بتؤيده لهم يعني سريعا أستاذ محمد رأي حضرتك في حكومة المهندس إبراهيم محلب احنا متفقلين بالحكومة دي واضح أن الحكومة يعني فيها حركة وفيها نشاط ولازم نديله فرصته طبعا لأنه زي ما بنقول الميزة الكبيرة أنها حكومة فنية حكومة تكنقراط ما هماش يعني لا انتماءات حزبية ولا حاجة فده يخلينا احنا نطمئن كأحزاب أنهم هيديروا عملية انتخابية هيشاركوا فيها بحيادية وبنزاه وأنا شايف أنه الحقيقة الناس بتبزي الجهد لازم نساعدهم في النهاية الحكومة دي عمرها 2014 فنديهم فرصتهم البشاير طيبة من اللي احنا بنشوفه في الشارع لكن طبعا المشاكل كبيرة ومن كل حتة لكن على الأقل فيه ناس بدأت تلتحم مع الناس تنزل تسمع الناس تتواجد معهم ده بيد للمصريين نوع من الأمل أن يعني فيه أمل ممكن حاجة تتحقق حتى لو مش كتير تتحقق لكن على الأقل ما نبقاش قفين على نفسنا وخايفين ومش عايزين ناخد قرارات لا يعني أنا متفائل وبقول ربنا وفاقهم لأنه أي نجاح لهم هيعود علينا كلنا أكيد بتتوقع إمتى إعلان المشير على فتاح السيسي عن ترشوحه للرئاسة؟ أنا بتصور يمكن الأحد الأحدة بخاضر طبعا لأنه أنت عارفة أنه طبقا لما هيتفتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية لابد أنه هو يكون استقال وقيد اسمه فيه كشوف الناخبين فأنا أعتقد أن المسألة كلها الأسبوع الجايدة هتحسن فيها أمور كثيرة جدا وده هتريح الرأي العام وتطمن الناس عشان برضو الناس كانت شوية في حيرة إيه الموضوع الدنيا متأخرة ليه ما أعلنش ليه يعني عنده فرصة كبيرة لأن الناس بتسخ فيه ناس بتحبه ناس بتقدره فميزة كبيرة إن شاء الله يعني تقدر تدي له دفع يعني في أنه يحقق أمال وطموحات الناس يا رب يا رب قال أستاذ محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والبناء أنا بشخيك فاندي مع علاجتك معانا نهار حررتك سعيد وبكل أمل وبكل إيجابية بنبدأ يومنا مع حضراتكم وأعتقد أن دي كانت مجموعة الأسئلة اللي كنا بنحاول نسألها على ضفنا الكريم أستاذ محمد أنور السادات وبعض الفاصل نستكمل فقراتنا بالكومة